موسيقى بالله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المسلم المشاهدين الكرام أهلا وسهلا بكم عبر آثيري ريف ديا نهارني ذا أي دود المغربي كمر يتحتى فالسجن ذكرة عظيمة ذكرا لاستقلال الملاكة المغربية ودين قبر للناس ذكريات النغني ذاكرا المسيرة القضراء ذاكرا انطلاق عمليات جيش تحرير بشمال المغرب نهارني ذا كذلك قنقضين وجيون ذي المتحف ومقان فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة وجيش التحرير أكين غيجون وجويشنا شيني جاندين وجيون صراحة ناس سي مصطفى الهراوي مرحبا بك مرحبا باستجاب إذن سي مصطفى الهراوي شك غني عن تعريف ولكن الريف ديادي حاولي سقار بالصورة أكثر غيوذان سي مصطفى الهراوي نيابة عن المندوبية السامية للمقاومة وقدماء جيش تحرير غاس الدكتورة للتاريخ تخرج الكلية أن أدب فاسيس قيم على فضاء الذاكرة ببانيصار فضاء الذاكرة للمقاومة وجيش تحرير إذن أجدد ترحب بك مجددا وسلمون نسبايا أول سي خصص المشاهدين المقاومة دي المغرب بوناك تسوي ويدخ المقاومة دي المغرب شي حاجة دي يعرف يعني كنموذج أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مرحبا زيزا يوم بعد أخواز فايا سأتقي منهارا شكرا لموقع ريف دي ياذ شكرا أستاذ جابير الطاقم إيش جدي رفقا ما شنسن بأنه شهارة وانيتا قبري غانت سيور أنا حقا أسقسين نش أنه شهارة وانيتا وذي جنشها يمكن أن تسطسن عيودي دي زيزا يدلان هو التسل الملاحيم يعيش ثمواثة فانيتا ثم جهت يغدجن طاريخ عريق دي الجهاد دي المقاومة دي الكفاح دي النضال أنه يتزامن النار ربما أمريقيا وانيتا يتزامن تكيجن ممشقة النت يجنغو الضمق ران هو أنه ذكر المسير الخضراء ديستان وانبير عيد الاستقلال المجيد أو ما يسمى بالأيام الثلاث المجيد دي ستاشة سبعتاش ثمانتاش العودة لانبعاث والاستقلال انطلاق عمليات جيش التحرير دي جنوب الملكاء إمكان أنه نهار وانيتان نغأس وانيتان ذكرية تثناء أنه الاحتفال زي تنغ تخلي دي سنت وليست تقوص من أجل الاحتفال وفقات تنغ موسمية وفقات وإنما استحضار استحضار مرة أنه ثموثة ثنيتا دلالة نصر رمزية مغاد دلانت يعني لإستقلال للمسيرة الخضراء والسنة وانيتان عقبغة سقسين شمز وارو ذي من سقسين خلال مقاومة المغرب وخاصة النموذج مثلا نهار كبوك ثموثة ثانية ممش نسن المغرب أنه مغرب المقاومات عبر مر التاريخ عبر مر التاريخ يمكن ويتقي برو وقت باش الناس ربط بأن مرمي بذلك لإحتكاك الفعلي وطرق حديثة محتل الجيران أنه عقبغة موثثة مثلا نستوار استعمار نسبتها مثلا في 1415 نستوار استعمار 1498 ولكن عقبغة 1498 نستوار لإشارة يعرف بالخصوص أنه ما يسمى بميليا بيخة ميليلية القديمة أنه من زيار 1498 أن الوجود الإسباني يقيم لضي الضروط النواة و الديعذوش ميليلية بيخة ميليلية القديمة أنه الوجود يدل المناية يدل أنه يمجه لغيرها منطقة تغسل الكينون للوطن وتحسس نفس فهوم الوطنية وتحس نفس فهوم الوطن وتعيش نشوها أنه توسن من قابل أنه مغربي يدفع التسقف موهن نص يعني وذي جن الدليل أنه ودع ذو النشاء المرمي يمكن إلى حدود القرن الثامن عشر ورم التاسع عشر من تسمى حدود 2800 ربما و تتقرون أنه كذلك و و و إذا غير فن ما بعد ضربة المدفاع ضربة المدفاع معركة ترسيم الحدود الميلي ربما الحالية تدلل لها يعني باش نستنى أنه زير فوار خميط غا نعقب أميد أنه التكلوب الاستعماري من قد ضعف الدولة المغربية ربما تلقى 19 تكلوب الاستعماري مجموعة الدول بعض الهزائم بعض المعارك تبعت بعض المعاهدات مجحفة أنه أثقلت كاهل الدولة ناحية الاقتصادية ناحية السياسية كذا أنه تول مغربي في بداية القرن العشرين ربما كان تحصل حاصل أنه المعاهدة 30 مارس 1912 يعني غيف رضا الحماية الفرنسية خل المغرب بعد اتفاق مجموعة من دول الاستعمارية فيما بينها وتقاسم مناطق النفوذ إيطاليا في ليبيا مصر إنكلترا ألمانيا الكونغو الكاميرون المغرب فرنسا في الوسط الشمال والجنوب كانت النفوذ الإسباني ولكن رغم هذا التواجد أن المغاربة روح المقاومة ظلت مشتعلة حسنا تتقوما أنه أبضهان بعض الحركات التحرورية في المغرب في مناطق الشتاء لا يسمون القطاعات المتناثرة المقاومات ربما نحن 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 شريف محمد أمزيا معارك حاسمة كالاستعمار الإسباني خاصة 1909 معركة سيدي حمد رحاج سيدي علي معركة سيدي موسى معارك سيدي موسى يعني التواج يوليوز 1909 التواج معركة غزار غموشل تتضارب الروايات عدد القتلات وغذيس يمكن تتجاوز 300-400 هنا كما يقول أنه كان ألف قتل يعني ربما بعض الروايات مني تأكد بأن عدد ضحي يضم قران صفوف القوات الإسبانية هو أنه عواني منايا يريدون تتابعات مأساوية حتى المجتمع الإسباني لا يسمى بالأسبوع المأساوي الإسباني فغنط المظاهرات الإسبانية تنادنت بوقف زج الأبناء السندي حرب في غينا عن هذه المغرب يعني حتى بعض الأحزاب السياسية أن الحرب يعني حرب يعني اعتداء فقط يعني وعن يسأدنى مصلحة كذا يعني أن نغزر أن القوة المعركية هنا تشار سنز بشوط طويل غبو هذه النقطات يسل يستيشهاد نشريف محمد مزيان 912 ولكن قبرا عاوض مقاومة الماء العينيين دي أحمد الهيبة دي الجنوب المغربي الذي هزيم في الآخر في الآخر ذا أتسند بأنه في نفس الوقت في التزامن رغم البعد الأميال يعني ألاف الكيلوميتر بين الشمال والجنوب إلا أن الوحدة وحدة الوطن تجمع جميع مناطق المغرب 1914 المقاومة الشارسة ومعركة الهرية المحمومة وحاحم وزياني للأطلس إلى حدود 1919 عشرين بوزوغ حركة محمد بن عبد كريم الخطابي المعركة الشهيرة معركة أنوال معركة جبل العروي استمرار يعني التكبب القوات الإسبانية لخسائر فادحة استسلام محمد عبد كريم خطابي في 1926 مقاومة عسوب السلام في الأطلس الكبير جبل صغر جبل بدو يعني ناحية ضرعت يعني يجيها ضرعت تفيلة تفيلة تفيل الخوف الرشيدية ورزيزة كذا يعني يجب نكسي الصورة فينا تبانا أنه تصوات المغرب المتحد الحص الوطني الحص الوطني انتفن المغرب رغم التنوع ولكن تنفسج الرئة واحدة هي رئة الوحدة قاسم مشترك فينا مقاومات في القرن 16 و 17 و فينا مرة تفيد انتراكم أن الجذور الوطنية المغرب أن المواطن المغربين يجع يحس الانتماء الوطن الوطن يدافع خاص ربما تقيم الرسالة والتن هرم من الاستحضار الملاحمة في المقاومة المغرب المغرب و تقيم المحاور نار جميل جميل الذي تحدث عن ضربة المدفع سوف تكسير كمثال ضربة المدفع تغذيس اخطاء تفاوض المشري يعني اخطاء تتبنت تقريب الحدود تفاوض المقاومة السياسية لا تغذيس تغذيس المقاومة المغرب بصفة عامة سياسية اواني الهزائي من المسلح المسلح ربما انه تغذيس كرم انطقة معينة تغذيس حركة مقاومة مثلا هاد الحركة مغنث ولكن ربما نسيور معركة انوال استيسلام محمد 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 خطاب انه الهزيمة محمد 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 خطاب ربما تغذيس هزيمة ليس ضد إسبانيا وفقط او ضد فرنسا وانما ضد قوات الاستعمارية شاركة القوات الألمانية والولايات المتحدة يعني اماما ربما انه عدم مجلس القانش متكافئ وانه متكافئ الميزان القوى غير متكافئ وضرب الغازات الكيموية ضرب اولا بغازات انه كثير سجن النسناح محظور دوليا والغازات السامة الرهاج النزي وكثير انه ربما تجعل انه حفظا لدماء لمغاربة وخصوصا للريفيين انه استسلام محمد عبدالكريم خطابي ولكن انه الشرارة المقاومة قيم الى حدود 1934 دي الاطلس الكبير كالسوب اسلام عبدالكريم خطابي ربما تنفغ لجزيرة لارينيون ذا ما تبان بعض الشرارات خاصة في اتحادات نظالية في صفوف طلبة خاصة في ديار المهجر في فرنسا وفي المشاريق تنادي باطلاق صراحة محمد بن عبد كريم الخطابي يعني بدأ هنا الحس الوطني الشعور الحس الوطني انه الدفاع عن القادة والرموز 1934 ربما انه لمأساسة المأساسة المطالب المغاربة ربما حسن انه خصوص المطالب السنة يجب ايطار ما يوفي انه البندقية لا تسلوح وذين بتكفور فوراس انه اذن اذن الضغط دعائي القضية المغربية المنابر الإعلامية يعني كوسيلة إحراج للقوات الإسبانية وخاصة القوات الفرنسية اصلاحة 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 المطالبة بالإصلاحات لأنه من جين حتى الشرارة السياسية المناظرين قبل النساء 1932 يجب الظاهر 6 ماير 1930 سمت بعض بالظاهر البرباري واتبعت الناس تقسيم بين ها ولكن كان رد الفعل انه الالتحام الموانيت الكتلة الوطنية انه الدعاية للقضية المغربية الى حدود 1937 ربما كان هناك بعض الاخر ستنقسم انه اصفض الكتلة ثانية اصلاح حركة القومية غير حزب الشراء الاستقلال اصلاح حزب الاستقلال فيما بعد ولكن لانقسم موانيت هذه المنطقة الخالفيات سوف نعاوذ المكين النصيري عبدالخلق التوريس كذا انه تغسل تنظيمة السياسية هنا حزب الاصلاح الوطني التوريس يعني تغسل تساهم تجرائد المجلات لنشر الدعاية القضية الوطنية ولكن ما بعد الفتسعمية واربعين إذن أنه فرنسا يعني الأذنس وينشداد الأفق المطالبة لإصلاحات هنا انتقلن على المطالبة سقعدن زي السقف المطالب من الإصلاحات المطالبة من الاستقلال وستوجس الوثيقية المطالبة بالاستقلال 11 يناير 1944 وتسبقيت قبل أنه تغذين مذكرا النغنية وثيقة ضيث رطاة واربعين تفعيت المنطقة الخالفية وثيقة المطالبة قبل الوثيقية ثانيت وثيث في فبراير حزب الشرور بالاستقلال يدفع الوثيقة المطالبة بالاستقلال رغم تعدد الوثائق يعني قراءة أنه تغذين انقسام مواقف ولكن يتأكد أنه إجماح مطلب أنه ضرورة الاستقلال المغربي هذه النقطة التاسع أنتقل الضيارة باش نوض 47 هذا زيارة التاريخية 37 واجه يتكبر قبل وشت كانت كتاب 100 في مصر سيئ يساهم جيش التحرير تقلل تقلل هدف التحرير العسكري المنطقة تكمل وإن تقلل رسميا جيش التحرير حي أرجو 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 لأنه هنا حلقة موطراب سيارة المغفور له محمد الخامس غطانجة في سبعة واربعين أولا أن يأكد الوحدة للوطن أن يذهب عبر القطار ويأكد الوحدة من طانجة من القويرة وخطاب تاريخي عن طانجة نعم أولا إذا كنت نجل حمز حتى يجب أن يتحدث القوات الفرنسية وإنه السلطان يأتي تمرس المهم للناس وكذلك يأتي القوة المناظرين أي الحركة الوطنية وإنه يأتي تفكير الرجوع إلى الكفاح المسلح حيث يجب أن تقديم وثيقة الاستقلال أنه تظهر مظاهرات كمع شديد من القوات الفرنسية ويجب أن تظهر مظاهرات كمع شديد من القوات الفرنسية ويجب أن تظهر مظاهرات كمع شديد من القوات الفرنسية ويجب أن تظهر مهنة 47 ويجب أن تظهر مظاهرات كمع شديد من القوات الفرنسية ويجب أن تظهر مصر ويجب أن تظهر مستقلات كمع شديد من القوات الفرنسية ولكن تظهر مستقلات للقوات الفرنسية ويجب أن تظهر مرحلة أخرى من القوات الفرنسية حيث يجب أن تظهر مصر المغرب العربي ويجب أن تظهر مصر في مصر ويجب أن تظهر مستقلات تحرير المغرب العربي فن بلاغ، فن بلاغ، فن بلاغ، فن بلاغ خالق التورس و للافاسي المطلب يعني تحرير شمال إفريقية يعني اتجدن لرقة ضغط فرنسا لأنه تغاز جزائر و تونس ان سيور عاوز أنه هواني مناياه صفي تأسيس جيش تحرير المغرب العربي وأنه تكلم خطابي تغيق بعض المقاومين كيف يشارك في الوقت؟ توقف نصغى ميسرا تكون ميسرا ضروري استغلت تطنيف الفرصة تقنغز الزيارات في بعض الروايات خاصة أن يجب أن يأكل بعض الروايات في بعض المذكيرات يجب أن يجب أن يحفظ أن يجب أن يحفظ أن يجب أن يحفظ سناح زي جديد يجب أن يجب أن يجب يجب أن يحفظ إذن يحفظ نحن يحفظ حتى يحفظ أن يحفظ الجيش ٔتحرير المغرب العربي وانه فأناك في صناع خاصة وضع قبائل على قصة وضح حظ الرمزة ونتابة بشحذ الهيمان وقال نشخة أنه ينصحه لأدعب بندقية جديدة لتكافحه لإستعمار فرنسيس وقال نتابة نتابة تنقية النفوذ خروض الحركات المقاومة للوطن ومعلمين على المشارك العربي ويجيب أن يدخلون مجموعة المقاومين لجموعة المقاومين لتحصن فرصة في الحقيقة الأكاديمية العسكرية لبغداد ومعرفهم عقيدة هشمي الطود وإحمدي العزيز وكذا سنضعوا جيش تحرير المغرب العربي من أجل التدريب نعم من أجل التدريب من أجل التدريب ومن ثم أكمل سنة أميد غيس ودفن الضغاء المغرب ربما خلصتاً ودفن قيمة حركة الوطنية ومقاومة من أجل التهيئ لتأسيس جيش التحرير في مرحلة ثانية أن فرنسا كانت تحركت سياسية الزيارة من محمد الخامس غطانجاد وعودن وخطابي ظهور بعض الحركات الفدائية لبداية الخمسينات في وضع أنه تجرق نفي السلطان محمد الخامس إلى مدغاشقار في عشرين غوش تلف وتسعمائة ثمانية ثمانية يعني فرنسا تقدم بالرغم من سلمارة النفيين ولكن تقدم الهدية عنه مغربياً أنه يتسنج النفس الجديد تغسط طمزي العازي من سن بالعكس هذا يبدأ التفكير المنادات سعودة السلطان المطالبة باستقلال وفي أن المطالب الاستنجادية سيديعاية لا تفيد وأنه ضرورة العودة المندقية هذا يتعقباً غير سلاح جديد ويبدأ التفكير ستنسيق بعض المقاومين دي المشرق العربي كذا من طريقة تحصيل على السلاح كذا 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 بعض السلاح أنه تغسط طمزي المشاريق شخصي ورغاس عقبغ أنه لباوة أخرى ديوسين، بخيرة دينا، بخيرة فيكتوريا، بخيرة النصر يعني الثنين اللباوة أخرى بعد ديوسين، وبخيرة دينا ثزد خاصة دي مارس خمسة وخمسة آخرين، فسناح أنه يزد المقاومة للمغرب والمقاومة لجزائر، أما النصر خاصة يزد من بعد أن جزائر مقاومة لإستقلال، يزد بشكل مقاومة للمغرب ونحن نظر الضمقرانة لأنه نخل مقاومة لجزائر منذ عقبال 1830 مقاومة لإستعمار وظهر مقاومة الأمير عبدالقادر المعركة إيسلي المغرب مارل وعموضة كفرنسا تغيث على حساب المساندة للمقاومة الجزائرية ومعركة إيسلي المغربية تقدم المساندة ومجموعة من رواد المقاومة الجزائرية تغيث على المناطق لأنها كفرنسا تقدم المساندة للمقاومة الجزائرية ومعركة إيسلي المغربية تقدم المساندة يعني ذلك أنه عقبغة البخيرة دينار سنحة وانيتان خميد غياس يضع دقابه يوه يعني قد نجد المساهمة بذن تمقرنت سنحن نجد طريقة سنحيلة تمقرنت زغارة وغنى أموال المستعمير الإسباني سنحن نجد نجد زنايا تقوى من الاستعمار الفرنسي سنحن نجد منطقة البعض مريتش سنحن نسيارة شرطة ومعنى سنحن نجد سنحن نجد سنحن نجد المساهمة سنحن نجد المساهمة باقيات كثيرة سنحن نجد الأسلحة زي مليليا غنط. في أكتوبر في اثنين أكتوبر أول رصاصة الدقز يعني في الشماء الزنيتا. ببعد يعني مرموشة مزار مرموشة دي الأطلس. نطلق يعني الشرارة دي اثنين أكتوبر. دي قبائل يعني البندقية ثلاثة أكتوبر عاوض أبعاء أكتوبر. يعني ذانيتا تحس فرنسا سفي. عندما خلق الله جبال الريف قال لحرب العصابات كوني فكانت. يعني عندما تسجل هون. عندما تحرب العصابات بين قوسين. ربما تسمى حرب المباغة حرب المفاجأة. يعني تعتمد المفاجأة أبغتها. تسغد تسجل. يعني تسجل. يعني ترجل. يعني تسجل. يعني ترغب. تسجل. أي. تسجل. تسجل. من. وأن. يتسجل. وقاعدة. يعني. يعني. تقبر. يعني. يعني. ينبوه موزين القوى. يجب. ونحاب. يجب. 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 يجب أن يكون حرب العصابات أصحاب قضية عادلة ومشروعات العصابات بمعنى عصفة أما أسلوب الحرب المبارلة تسمى أيضا هذه الاستراتيجية العسكارية تسمى حرب الانتصار المنهزمين تسمى حرب الانتصار المنهزمين ومن بعد تضحط تثياب لأن هذه الإرادة للعزيمة تسمى إجمع التحام وأن الحركة الوطنية طالب الاستقلال وفي أكتوبر تطلق جيش التحرير في أكتوبر تسمى أثبت المفاوضات من إكس ليبان لفرنسا المفاوضات وفي أكتوبر تسمى تمزيان في فرنسا بعد أن تسمى المفاوضات العودة للسلطان ويظن استقلال المغرب بالرغم أنه مجدس قان سافي يتوعلن أنه يرى عودة السلطان المنعية وقعا أنه 16 سلطان يعني يوياس يجن وين ناس الخلاصات يزيف المفاوضات وين تنتي السلطان من أجل أن هناك يجب أن تعدك الاسطان وإنما سابقا للادين عودة محمد الخامس ويغارد الوطن 17 إعلان وإنما إعلان لأن حقا في فرنسا في فبراير في فبراير في فبراير 1956 لتوعلن الاستقلال الرسمي للمغرب دي مارس 1956 يعني الاستقلال الرسمي الفرنسي الاستقلال المغريبي دي مارس 1956 المستعملة هو اعلان خاص تاريخ النغني دي مارس؟ لا الاعلان الرسمي ولكن مفاوضة ولكن بمجرد العودة للسلطان يعني اعلنه بأن المغرب بلد مستقل البلد مستقل العودة يعني ان الضغط للنظام الحركة الوطنية يعني ارغم قوات الفرنسية وذلك تعدد الجبهات العودة ان فرنسا تقاتل في المغرب تقاتل في جزائر تقاتل في تونس يعني ذلك الحرب العالمية المخلفة ذلك الحرب العالمية ذلك نتاث الناس عودة كسغدازي المغربة كسغدازي تونس بالعكس انه رميث كسيضانة بالعكس انه كشيناس عاد القوى الجزائر انه ذي رفو تسعمية وثانين وستين يعني حتى الجزائر يعني حتى الجزائر تستقل الاستقلال جميل جدا انا شوية غزة رفو تسعمية ومسو سبعين قبر احداث المسيرة الخضراء طبعا المسيرة الخضراء يعني نساهم انه مجموعة يودان زي الزير وبوع المملكة يودان نرفين وانبو احصائية بالضبط ولكن قبر خطاب الحسن الثاني توقع ذي المحكمة العدل الدولية كان مجموعة الجلسات تقرر ذيس بأنه ذي روابط البيعة بين القبائل السحراوية وبين ملوك المغرب ولكن في نفس الوقت قام حكمية بأنه هذا ليس دليل وليس وثيقة تدل على سيادة المغرب على السحراء وموريطانيا أيضا من توقع ذي المحكمة للهي اخبرت غان عقب غا سؤالة وانيتا بأنه انسي وردم زواب بأنهم يعلموا الاستقلال المغرب توقعين عادل المشكلة وتوقعين باستقلال تام يعني من هاجيس دي الاستكمال وحدة الطرارية مليديا سبتا الجنوب وانيتا رمي محمد الخامس أنه سيجن كلمة مأثورة مشهورة أنه انتقلنا من الجهد الأصغر إلى الجهد الأكبر أنه بناء الدولة بناء المؤسسات ونتجد الجهد مقرانك تازي الجهاد وانيتا توضي أنه سيجن زيارة نسي أنه رمي دي عقبي سيجن زيارة مجموعة من المناطق خاصة من منطقة من مناطق الجنوب سيجن زيارة نسي 25 فبراير 1950 غام حامية الغزلة يعني سيجن رسالة حتى القوات الإسبانية أن الأجل لنسي المغرب يكمر وانيتا رسالة حتى القوات الإسترجاع عن طرفية سيجن عبر الخامس سيجن عبر السرل وانيت جهد ويقوم بإمكانه الإشتراك في الصحراء ويقوم بإمكانه أن المغرب المتغذية في المحكمة العادل الدولية ويقوم بإمكانه أن يتقرر بإمكانه ويجب أن يكون الأرض خلاق وإنما كانت الصحراويين يجدون بالبيعة والسلطان المغربي ونستطيع أن نتبع المغرب ونستطيع أن يكون شرط سياسي أنه شرط سياسي ونستطيع أن تأكد أن يكون أركان الدولة سأقوم بثلاثة أركان سأقوم بقعة جغرافية سأقوم بقعة جغرافية سأقوم بقعة سلطة السياسية وقعت أن عندما يكون قائد السلطان المغربي فأنا أعتد أن الأرض أضعها خلاء أبناء منطقة حقاً بقعة جغرافية أنها ستحصل على مؤسسة انها كانت بالمغرب حتى أرسل المغرب أن الصحراء دائما كانت تابعة للنفوذ المغربية وحتى الحدود تغير في موريتانيا ربما المرابطين تغير السورة حتى الموحدين تغير السورة خلال الإمبراطورية الموحدة ونصورت الدولة المغربية إلى موريتانيا التنجية أو أكثر؟ يجب أن الصحراء يتعلم أنه حتى نعقب أن تنقش بمنطقة وستعلمون بمنطقة الأغرابية كما يتعلمون بمنطقة العقل إنسان عالمي أنه يوجد كيان وهمي خاصة يتسمى كيان وهمي لأنه قد قام بأطار الوانس لم يسمى بشبهة البوليساريو عندما أردت السوارات، أردت مستملاحة فيس بوكي و تحليل بسيط كل دول لها اسم إلا الجمهورية الصحراوية، يمكن أن تضع الجمهورية الجبالية أو الجمهورية البحرية المنطقة هي سويسة، يمكن أن تخصيل العقل والمصالح الإنسانية بصفة عامة لذلك يجب أن نتاغه نحن نتاغه نحن نتاغه ومعبر القرارات والاستفزازات للجبهة البوليزاري والمزعومة يجب أن نعقب ذلك على المسيرة الخضراء، أنه أولئة إعلان محكمة العدولية أنه لم تكن أرض خلاء كذا ومعبر القرارات الواضحة إلى السلطة المغربية تؤكد بلا ملموس بأنه صحرا مغربية لأنه انتلاقاً أنه يطلق دعوان المغفور للحسن الثاني للمسيرة الخضراء أنه مران عقب الخطاب النصف تاريخ أنه أنه إسبانيا هي عاجزة أن تقاوم المغرب لأنها ليست صاحبة حق يعني يريد أن يذهب إلى المسيرة الخضراء ويجب أن يجب أن يكون المقاومة مضادة إلى المسيرة يعني أنه كانت مسيرة مشروعة ويقع أنها يكون المقاومة من 16 أكتوبر 1975 ويقع التنفيذ النصف من 16 أكتوبر 1975 ويجب أن يتنفيذ النصف من 16 أكتوبر 1975 قوانا يجب أن يكون مجموعة من الملحمة ومن الملحمة المدينة لتحانغ الفورسة ومن المدينة تقوم بها ويجب أن يكون المقومة بها ويجب أن يكون المسيرة سلمية ويجب أن تكون مواجهة للأسفل ويجب أن تكون درس تاريخ ثانية ويجب أن يكون صاحب حق ويجب أن تصل إرادة ويجب أن تفرر ضد الطرف الآخر ينزل ويجب أن يكون الظلمة ويجب أن يساعد ويجب أن يرد الفعل دكتور أنا حاجة للأسفل ويجب أن يكون المشاهدين ويجب أن يكون السامية المقاومة وقدماء جيش تحرق المغرب من المج动 المناثبين خاصة الحى الأمر بأن الأماكن مميزة مما نقديم بين الإدارة التي تحدثت من المشاهد الغنج هي المندوبية الثامية لقدماء المقاومين وعضاء جيش تحرير بأن يوضح الجنوج ング المدربية المقاومة المقاومة. العسجل الورش هو ورش صيانة الذاكرة الوطنية والذاكرة المحلية. وحتى ذاكرة المشتركة مجموعة من الدول. يعني ورش مهم صيانة الذاكرة. يتحضر الكفاح المجاهدين في جميع المناطق الملكة. يستحضر القيم من التضحيات والكفاح والشجاعات والشاهمة. يمكن أن تشت نقل الرسالي يمكن أن يحوذرين أن يتقاع هذا. يمكن أن يتقاع هذا لجميع المناطق المغرب. لأن الإنسان لا يعيش بلا هوية. الإنتابal منطقة عباركية من منطقة ت Competitive سترى على مستقبل وأعلى تجيع للسهولة. سترى للن Physics. من الفرغة لوция تفمن أنienne من دمائيها من خلال دائماً. والتي ترى لطعم الصف rangingفومات بالكفارغة والثقافية والثقافية. يجب أن نقوم بعمل ذكريات الوطنية في التخليد وضع ذاكرة المشتركة مثلا في مجموعة من الإصدارات ذاكرة المشتركة المغربية كأمريكا اللاتينية ذاكرة المشتركة المغربية الجزائرية ذاكرة المشتركة المغربية التركية نقوم بعمل تاريخ كفاح مشترك توقفل هذه الأكاديمية الديبلوماسية المعرفية الكونية هذه الجقيم إنسانية كذا كذا ربما تحقق السنوات سنوات يتطارك ويحل مجموعة مشاكل ويخطع السياسة حتى نتحل من خلال الطرف على الأكاديمي من قضية الصحراء المغربية. ربما نقشد كتاب السلطان مولاي الحسان الأول والسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية. ربما يعود لقرنين من الزمان. نتأكد أنه الطرف على الأكاديمي وانيتها تريد الحجة بأنه يدعم القضايا العادلة للشعب المغربية. نحن نعقل بغى الأنشطة المندوبية خاصة استحضار ذكريات، ندوات، تنشيط الثقافية، استقبال مؤسسة تعليمية، التوعيات، تحسيس بعض الأيام العالمية الوطنية، يعني تحاول المندوبية تتساهم ذي سيانة منظومة القيام الناشئة المغربية، وحتى الظروف الاستثنائية، نحن نعرف أنه المندوبية، لكن تستعمل تقنية التواصل الاجتماعي المعلومة، تقنية التواصل الاجتماعي المغربية، نحن نجموعة عن ندوات، اللقاءات، محاضرات، زيارة افتراضية للمتحف عن طريق نشر بعض المؤلفات، بعض المعروضات، يعني الزمن ذي شهر وانيتها، ربما نريد برنامج نسمون ذكرى ذكرى المسير الخضراء، ذكرى الاستقلال مجيد، انتلاق عملية جيش تحرير ذي الشمال، نقوم بإمكاني حصر بعض الأنشطة، مثلا، تقنية تحييك بعض المشاركين عن المسير الخضراء، يجب أن نعرض المسير الخضراء، هذا عرض تقني، ربما كانت ذلك تقنية التنشام، هذا عدد نوذاني شاركين، عدد الأطيبة، وعندما المشاركين، يجب أن تغثي العملية، ينفذت بإتقان شديد، ربما نتعرض المحاضرات كثيرة، في شبابا، كثيرا، في شبابا، وعندما نستطيع الكثير من الظروف العامة لإستقلال المغربة، وقامت باستاذ قانس لطفي القاسيمين. عن بعد. سأتجد المحاضرة من 22 نوانبير محاضرة سأتجد أسدو من المقاومة المسلحة إلى النضال السياسي السلبي. سأتجد أستاذ محمد الغاشي. سأتجد على حساب الالتزامات الأسد سأتجد أسدو جنبير المغرب والجزائر شعب واحد ونضال مستمر. سأتجد أستاذ قانس حنزة بوحديد. سأتجد فكرة أنه ذاكرة المشتركة سأتجد إلى ذاكرة المشتركة السلمية للإنسانية سأتجد في أخير المطر. المشاهدين سأتجد الكلمة أخيرة. المشاهدين رفدية. أنه يجب أنه التاريخ ربما ليس قصص فكرة بأنه التاريخ ليس قصص وإنما التاريخ هو عبار ودروس. أنه لو للتاريخ ربما من لم ونوى يغزان بوذي التاريخ ويغزابو غذفا. أما ساديوية غزاثر. ونوى غزان غذفا أما سوى ومشاهدة طيبة.